صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية ذلك بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2022-2023 وسيتم البدء في سحب ملفات القبول حتى 20 يوليو المقبل ذلك بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة على أن يبدأ قبول الملفات بعد استفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارا من الثامن عشر من يونيو حتى السابع والعشرين من يوليو 2022 بوسعك أن تكتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة بمقدورك أن تقهر المستحيل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزاً خالداً لوطنك من هنا من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة قلاع الأبطال أربعة صروح رياضية توضط كافة محافظات الجمهورية تهدف إلى رعاية الموهبين رياضياً ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالاً أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميدالية في كبرى المنافسات الرياضية الدولية جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفاء المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدم رعاية طبية متقدمة الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا وأنت تملك الاختيار بادر بالانضمان لقلاعنا الرياضية يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة قلاع الأبطار ترجمة نانسي قنقر